لا تبكي على فراق أحد في مسيرة الحياة في ناس بيتساقطوا مش لأن نحن سيئين أو وحشين لا لأن الله يكرمنا بفراقهم الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبعدين ويطهركم تطهيرا وربنا قال لسيدنا نوح عليه السلام اللي خدم الدعوة تسعمية وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عاما فنوح عليه السلام خاطب ربه ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي الطفان سيهلكه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك انظر اللهجة الشديدة في عتاب سيدنا نوح ولا أقول غير ذلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين كلمات قوية شديدة قال نوح بأل ربنا إيه قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام انتهى الكلام عن ابن نوح ويكمل ربنا مسيرة نوح عليه السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وانتهى الكلام عن ابن نوح ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيين كريمين عظيمين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين إحنا في مسيرة الحياة يتساقط أناس كثر ربنا بخطبنا بيقول إيه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم زوجتك قد تكون عدوتك أولادك قد يكون أعداءك وأنت لا تدري وانت مش عارف قد يكون ابنك عدوك وانت مش عارف قد تكون زوجتك عدوك عدوتك وانت مش عارف كم من زوجة تزوجت زوجها على مصالح أو على فلوس أو على مال أو على جاه ولما أخدت اللي هي عايزاه تركت ومشيت أو خلعت كم من إنسان لصيقة بإنسان يوصفها الناس بزواج أو غير ذلك لذلك لا تأس على القوم الظالمين والله لو أخوك ابن أمك وأبوك تركك بعد انتهاء المصلحة ما تبصش وراك زوجتك مراتك تركتك بعد انتهاء المصلحة زوجك تركك دعه يرحل دعها ترحل الله يسهل لها بعيد عنك الله يسهل له بعيد عنك من أدار ظهره لك دعه يرحل لا تهلك نفسك عليهم حسارات سيبه يمشي الله يسهل له بعيد عنك أنا بقول دموعنا عز علينا من إن إحنا نبكي على إنسان خذلنا لإن اللي خذل خذل نفسه واللي ترك ترك نفسه لكل فتاة خطبها تركها إياك أن تبكي لحظة على هذا الشخص إياك أن تبكي لحظة عشان خطيبك تركك لا ربنا اختار لك الخير أنه يتركك ولكل خاطب أو زوج خطبته أو مراته قالت له أنا مش عايزاك أنا مش هقدر يعيش معاك اتركها اتركها لأن الله عز وجل يريد أن ينقيك يريد أن يطهرك يذهب عنكم الرجسة ويطهركم تطهيرا قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فما بالك بنا إحنا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان يحميه ويدافع عنه وكان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم هذا كلام أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في الترابد فينا فاصدع بأمرك ما عليك غضادة وأبشر بذلك وقر منه عيونا ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ولما مات عم النبي على الصلاة والسلام سما عم الحزن ورغم ذلك رفض عم النبي قول لا إله إلا الله وهو في سكرات الموت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم كلمة واحدة قلها فرفض أن يقولها قال لأستغفرن لك ما لم أنهى فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم يسوق الله جل وعلا سبب استغفار إبراهيم لأبيه فيقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء تبرأ من أبيه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إبراهيم أبو الأنبياء تبرأ من أبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم خير البشر نهاه الله على أن يستغفر لعمه الشاهد أحبتي العلاقة اللي ربنا رب العزة خالق الكون ليس طرفا فيها سبك منها لا تحزن عليها الله جل جلاله في المعادلة على الرأس والعين الله خارج المعادلة لا تحزن لا تحزن على شيء شريكك تركك اتركه لا تبكي لا تنظر ورائك اللي تركك لا تبكي عليه هو الذي سيأتي يوم يبكي إن كنت في أخلاق تؤهلك أن تكون في مكان راقي في ناس زوجته تركته مع السلامة أخوه تركه مع السلامة شريكه في العمل تركه مع السلامة إذا هو خلق فيك رجل أو إيد روح ترجاه إذا هو خلق فيك إيد أو رجل أو عين روح ترجاه قل له عشان خطري عشان خطر ربنا ارجعلي وبستغرب جدا من بعض الناس على الفيس على الفيسبوك أو على وسائل التواصل قل بيلي الدنيا مناحة على حبيبته اللي تركته أو زوجته اللي هجرته ومش قادر يعيش من غيرك هموت لو سبتيني الوحدي ليه يا عم؟ ليه يا عم الحج؟ سابتك مع السلامة سابك الله يوفقه الله يوفقه بعيد عني واسمع القاعدة الذهبية بتقول ايه من رادك ريده ومن طلب بعدك زيده ده طبع الحياة اليوم افهم واعرف ان ده طبع الحياة اليوم الحياة اليوم مليئة مطبات مليئة حوارات مليئة مصالح مليئة فضايح مليئة ناس زي العليء متسلقة عايزة مصلحتها وبس مليانة فيليات وفطريات يوم من الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه واحد من الصحابة جاء له يا عمر والله إني لا أحبك أنا مش بحبك أنا مش بطيئك يا أخي فسيدنا عمر سأل سؤال قال له أينقصني هذا شيء من حقي عليك قال لا لا ينقصك شيء من حقك علي قال اذهب فأحبب من شئت وأبغد من شئت فإنما يبكي على الحب النساء خلي قعدتك في الحياة كن مع الله هو الوحيد الذي يبكى على العلاقة معه هو الوحيد رب العزة الذي يبكى على العلاقة معه هو الوحيد الذي يبكى إن صرف وجهه الكريم عنك هو الوحيد الذي يبكى إن قطع الحبل والمدد عنك هو الوحيد اللي تاخد بالك من علاقتك معاه تخف من غضبه وترجو وترجو رضاه أما غير ذلك فالناس ما صالح الناس ما صالح يا عم صالح فلا تجعل هناك أسا في قلبك اوعى اوعى تخلي في قلبك أسى أو جرح أو ألم وداوي جراحة قلبك بحب الله وداوي جراحة طعن في ظهرك بالصلاة واستعينه بالصبر والصلاة اللي بيحبك أهلا وسهلا واللي ما بيحبك مع السلامة كلام الناس كتير وإشعات الناس كتير وعكي الناس كتير عشان كده الحب الدائم هو ما كان لله عز وجل والنتيجة اجتمع في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله عز وجل أن يجمعني مع أحبتي في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله محبكم سعيد بدوي